بشرة هامة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب النواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايط نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبات وطلبات السنوات العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء الحلقة رقم 44 صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء صباح الخير على كل مدرسي المواد الفلسفية على مستوى الجمهورية اللي يتبعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة هيكون في ديافتنا للحلقة التانية مستر إبراهيم في عزة أستاذ المواد الفلسفية صباح الخير يا مصر أهلا بيك يا مستر أهلا بيك يا مرحب أشرفتنا ومشرفنا كالعادة وأهلا بالطلاب الأعزاء والسادة المشاهدين هتتكلم عن إيه ما طلبك النهاردة احنا المرة اللي فاتت بدأنا في الموضوع الأول في علم النفس جميل اتكلمنا عن الزكاء والزكاءات جميل وقلنا إنه الزكاء مش نوع واحد فيه أنواع مختلفة للزكاء نظرية دي بيأكدها عالم نفس معروف اسمه جاردينر وبيقول إنه ما فيش نوع واحد للزكاء فيه زكاءات يعني أنواع مختلفة من الزكاء الزكاء ليس نوعاً واحداً وهذه الزكاءات تتفاعل معاً يعني مثلاً فيه زكاء لغوي فيه زكاء رياضي فيه زكاء حركي فيه زكاء بصري فيه زكاء موسيقي زكاء شخصي زكاء اجتماعي إذن الزكاء ليس نوعاً واحداً ده عدة زكاءات أو كفاءات أو قدرات والزكاءات دي غير متساوية والحقيقة إنه الزكاءات دي بتمكننا من إننا نعرف قدرتك الحقيقة لأن لو قسنا الزكاء العام زي ما عمل تيرمان أو سبيرمان أو ويكيسلر اللي قاسوا الزكاء العام أو القدرة العامة على التحصيل الدراسي الزكاء العام دوت ما نقدرش من خلاله نعرف إمكانياتك الحقيقة لكن لما نعرف السبع زكاءات دول ونقسهم نقدر نعرف أنت مميز فيه وهتنجح فيه في الحياة المرة اللي فاتت خدنا أحد الزكاءات خدنا الزكاء اللغوي ثم الزكاء الرياضي النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض باقي أنواع الزكاءات أنواع الزكاءات اللي هناخدها مع بعض النهاردة هم خمس زكاءات ونقدر نبتدي إن شاء الله نشرح الحصة وإن شاء الله يستفيدوا وفي نهاية الحصة إن شاء الله هنحل مع بعض بعض الأسئلة منها أسئلة طبعا على الحصة اللي فاتت لأن كان لازم الموضوع يتشرح بشكل متكامل الأول جميل حلقة مفقرة مستدر إن شاء الله فاضر حبيب شكرا الكرسي تمام احنا خدنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت أو في الحصة اللي فاتت الزكاء اللغوي والزكاء الرياضي النهاردة بنكمل الحصة مع بعض وبنكمل الجزء الأول من علم النفس الزكاء والزكاءات هنتكلم عن الزكاء البصري اسمه الزكاء البصري المكاني الزكاء البصري المكاني من نفس اللفظ نقدر نقول إن قدرة الفرض على الإدراك البصري للمكان قدرة الفرض على الإدراك البصري للمكان حتى هو اسمه زكاء بصري مكاني يعني إيه بقى قدرة الفرض على الإدراك البصري للمكان يعني معرفة الأشكال الأحجام الألوان المساحات الفراغات مين من الناس المفروض يكون عنده معرفة أو مميز في معرفة الأشكال والأحجام والألوان والمساحات والفراغات إيه رأيكو؟ شاركنا كده مستر؟ مفروض من يكون عنده معرفة بالألوان مثلاً ينسق ما بين الألوان فنان تشكيلي مثلاً فنان فنان تشكيلي رسام مهندس مهندس ديكور المفروض يكون عنده قدرة على تنسيق الألوان تنسيق المساحات والفراغات لأن الديكور ما هوش أن يحط أي حاجة في أي مكان الديكور هو تنسيق بين المساحة وبين الفراغ تنسيق ما بين الألوان تنسيق ما بين الأشكال والأحجام زي الفنانين زي الرسامين زي مهندس الديكور زي كمان مصميم الأزياء الناس دي لازم يكون عندها زكاء بصري مكاني عندها قدرة على التنسيق ما بين الألوان ما بين المساحات ما بين الفراغات يبقى اسمه زكاء بصري للمكان أو زكاء بصري مكاني يبقى معرفة الأشكال والأحجام والألوان والمساحات والفراغات نيجي الحتة بقى مميزة في الجزئية دي يا أولاد إدراك بعدي المكان يعني إيه بعدي المكان أي مكان في الدنيا بيبقى ليه بعدين طول وعرض يعني مثلا لو أنا عملت شكل هندسي زي كده الشكل الهندسي دوت ليه بعدين ما قلتش أضلع قلت بعدين طول وعرض فيه ناس بقى بتبقى مميزة في حاجة اسمها الزكاء البعد الثالث يعني إيه بعد ثالث بعد ثالث اللي هو العمق يعني لو عملت شكل هندسي زي ده فيه ناس بتبقى مميزة في البعد الثالث أو العمق بيسموه سري دي سري دي فيه ناس بتبقى مميزة زي مين؟ زي مهندسي الديكور الديكور ومهندس المعمار لازم يكونوا مميزين ولازم يكون عندهم درجة عالية من الزكاء البصري البصري اسمه البعد الثالث معلومة كمان مش موجودة في المنهج وإحنا اتفقنا إنه اسلوب الامتحانات الجديد معتمد على إنك تبقى فاهم المعلومة وفي نفس الوقت عندك معلومات إضافية تمكنك من حل الأسئلة كطالب اللي ممكن تجيلك فيها ألفاز من برا المنهج أو معاني من برا المنهج زي مين تاني؟ زي الطبيب اللي بيستخدم حاجة اسمها سونار فيه طبعا أنواع للسونار تستخدم فيها حاجة اسمها السري دي أو الفور دي ده برضو حاجة مفهود يكون مميز فيها الطبيب اللي بيستخدم السونار لازم يكون عنده زكاء بصري مكاني قلنا مهندس الديكور قلنا الفنان قلنا الرسام قلنا مصمم الأزياء قلنا مهندس المعمار قلنا الطبيب اللي بيستخدم السونار بعض الأمثلة دي من جوه المنهج وبعضها من برا المنهج وضروري إنه يبقى عندك تنوع في الأمثلة جميل جميل يبقى إذن الزكاء البصري المكاني معناه تاني سريعا القدرة على معرفة الأشكال والأحجام والألوان والمساحات والفراغات وعلاقتها بالأشياء وإدراك بعدي المكان أفكركم إنه بعدي المكان الطول والعرض بل والبعد الثالث والبعد الثالث يا ولاد هو العمق والكالبات دي مش موجودة في المنهج بس ضروري إنه أنت تسجلها ورايا وتبقى عارفها كطالب إنه ممكن يقول لي إيه يتميز طالب يتميز طالب في القدرة على حل المسائل الهندسية لمعرفة الطول والعرض الكلمة دي مش موجودة في المنهج فبما يتميز هذا الطالب ويدي له أربع اختيارات من الزكاء صحيح مش مذكورة في المنهج بس أنت لازم تبقى كطالب عارفها وفهمها جميل تعالوا نشوف بقى يا ولاد خصائص أصحاب الزكاء البصر المكاني إيه خصائصهم؟ إيه صفاتهم؟ واحد حب التصوير حب التصوير يبقى أصحاب الزكاء البصر المكاني زي المصور الجميل اللي ورا الكاميرا دلوقتي لازم يكون عنده زكاء بصري لازم يكون عنده زكاء بصري مكاني عنده القدرة على التصوير يبقى أصحاب الزكاء البصري المكاني مميزين في حب التصوير فهم الصور والخرائط فهم الصور والخرائط يبقى أحنا قلنا حب التصوير مثل المصورين جميل فهم الصور والخرائط زي مين؟ زي الجغرافيين لازم يكون عندهم معرفة بالصور والخرائط زي العسكريين هل ضروري العسكريين يكون عندهم فهم الصور والخرائط؟ خرائط الحرب طبعا يعني قائد عسكري بيضع خطة للحرب دون معرفة بالصور والخرائط ده ينفع؟ لا ما ينفعش فلازم يكون مميز في الزكاء البصري البصري المكاني اللي هو حب فهم الصور والخرائط كمان الاستمتاع بالفنون البصرية والتعبيرية حضرتك بلأت بمثال جميل قوي وشاركتنا فيه قلتلي الرسمين فنان الرسم القدرة على الفنون البصرية يبقى فن بصري زي الرسم فيه بقى كمان فن السينما الألفاظ دي كلها يا أولاد مش موجودة في المنهج الأمثلة دي ضروري تبقى عرفها لأن هي دي فكرة الأسئلة الجديدة يبقى احنا قلنا الفنون البصرية مثل فن الرسم الفنون البصرية مثل فن السينما حب التصوير فهم الصور والخرائط الاستمتاع بالفنون البصرية والتعبيرية مثل فن السينما يبقى إذن لو جاب لي مثال على فنان من الفنانين اللي مميز مثلا في الرسمة أو مميز في السينما يبقى احنا بنتكلم على زكاء بصري بصري مكاني يبقى حب التصوير فهم الصور والخرائط الفنون البصرية والتعبيرية تصميم الصفحات تصميم الصفحات وتنسيق الألوان تصميم الصفحات وتنسيق الألوان زي مين بقى تصميم الصفحات وتنسيق الألوان ديزاينر مثلا أي وبروفا على حضرتك يعني أتمنى أن الطلبة يكونوا كمان استنتجوها من نفسهم من غير احنا ما نقولها تصميم الصفحات وتنسيق الألوان مثل مصمم أو ديزاينر أو مصمم الإعلانات مصمم الإعلانات لازم يكون عنده زكاء بصري مكاني لبقى المكان مش مكان أنا عايش فيه بس المكان دوت ممكن يكون سنتي في سنتي المكان ده ممكن يكون ورقة المكان ده ممكن يكون صفحة إعلان ممكن يكون صفحة كمبيوتر المكان ما هواش مكان يعني فراغ كبير ممكن يكون جزء صغير زي مصميم إيه الإعلانات زي الرسام وهو المكان بالنسبة له وبيبقى متر في متر مثلا لوحة بسيطة يبقى تصميم الصفحات وتنسيق الألوان زي مصميم الإيه الإعلانات فيجيب لي سؤال على مصمم الإعلان طبعا مصمم الإعلان ده مش موجود في المنهد ويديني أربع اختيارات للزكاءات زكاء رياضي ولا زكاء بصري ولا زكاء لغوي ولا زكاء موسيقي مثلا فنبقى فاهم إنه تصميم الصفحات وتنسيق الألوان هو المقصوب بها الإعلانات بالزكاء البصري المكاني طب هل يمكن تنمية الزكاء البصري المكاني يا ولاد؟ طبعا كيف يمكن؟ كل الزكاءات قابلة للتنمية كل الزكاءات قابلة للنمو أي زكاء ينفع تنميه زي إيه مثلا كيف يمكن تنميته حل المتاهات المتاهة هي أصلا بتعتمد على المكان إزاي تخرج من المكان المغلق بشكل سليم؟ يبقى حل المتاهات تركيب وبناء الأشياء البازل الغيط طبعا حل المتاهات تركيب وبناء الأشياء دي أمثلة للطرق والوسائل اللي ممكن من خلالها ننمي الزكاء البصري المكاني وأتمنى أنتم تكونوا استفدتم وخدتم معلومات كتيرة في الجزئية ديت هنعمل مراجعة سريعة عشان مش هنرجع لها تاني زكاء بصري مكاني يبقى معرفة الأشكال والأحجام والألوان والمساحات والفراغات وعلاقتها بالأشياء وإدراك بعدي المكان وقلنا بعدي المكان اللي هم الطول والعرض والعرض والبعد الثالث اللي هو العمق أو السري دي اللي مميز فيه مهندس المعمار والطبيبي اللي بيستخدم الصنار الخصائص حب التصوير زي المصور فهم الصور والخرائط مثل الجغرافيين والعسكريين الفنون البصرية مثل فن السينما والرسم تصميم الصفحات وتنصيق الألوان مثل مصممي الإعلانات دا ينقلنا لزكاء آخر اسمه الزكاء الحرقي الجسدي أو الحرقي الجسمي الزكاء الحرقي الجسدي قدرة الفرض على استخدام قدرة الفرض على استخدام جسمه كله أو جزء منه والتعبير عن أفكاره وأحاسيسه ومشعره زي إيه مثلا زي فن الباليه فن الباليه هو قدرة الفرض على استخدام جسمه جسمه كله أو جزء منه وبيعبر عن أفكاره وأحاسيسه ومشعره بس باستخدام باستخدام الجسم يبقى الزكاء الحرقي الجسدي إن أنا أستخدم جسمي في التعبير عن أفكاري وأحاسيسي ومشعري إيه خصائصه الحركات الجسدية الدقيقة ودي بنجدها فين الحركات الجسدية الدقيقة بنجدها مع فن الباليه بنجدها مع الرياضيين اللي بيستخدموا أجسامهم بشكل سليم حركات جسدية الدقيقة التآذر الحرقي التآذر الحرقي يعني إيه تآذر؟ تآذر يا أولاد يعني تناسق يبقى التآذر مقصود بها التناسق الحرقي زي إيه مثلا زي أي لعبة الرياضية طبعا كمان زي قيادة السيارة هل قيادة السيارة تحتاج لزكاء حركي جسدي؟ طبعا لازم يكون فيها تآذر حركي أو تناسق حركي ما بين حركة الإيد وحركة الرجل بس تخدم جسمي بشكل سليم يبقى التآذر مقصود بها تناسق مثل قيادة السيارة أو الألعاب الرياضية وبرضو الأمثلة دي الأمثلة دي أنت لازم تبقى عارفها كمعلومة صحيح مش موجودة في المنهج لكن ضروري تبقى عارفها لأن هي دي اللي بيجي عليها السؤال السؤال بيجي احنا بنأكد على الكلام ده احنا لسه في الأول يا أستاذ أحمد جميل عشان يعرفوا الكلام دوت ويستمروا عليته بالسنة المعلومات الإضافية والأمثلة والتوضيحات والشرح والفهم هو الأساس بالنسبة لنا جميل ده بيدل على إيه؟ بيدل على حاجة جوال منهج لازم يعمل كل نكت ما بينهم لازم يعمل ربط ما بينهم جميل يبقى تآذر حركي معناها تناصر حركي مثل قيادة السيارة كمان الإشارات التوازن المرونة السرعة القوة أنا أظن أنه انتوا كطلبة تقدروا تقول لي مين اللي مفروض يكون عنده توازن ومرونة وسرعة وقوة طبعاً الألعاب الإيه؟ الرياضية الرياضية دي أمثلة لخصائص أصحاب الزكاء الحركي الجسدي حركات جسدية دقيقة مثل فن البليه تآذر حركي مثل قيادة السيارة إشارات توازن مرونة سرعة قوة زي الألعاب الرياضية كمان تمثيل الأدوار تمثيل الأدوار وسرعة وقوة الحركة مين كان عنده قدرة هيلة على استخدام جسمه في التعبير عن حاجة اسمها تمثيل الأدوار الممثل العقري أحمد زكي أحمد زكي كان عنده قدرة هيلة على استخدام جسمه عشان يمثل شخصيات زي ما عمل مثلا فيلم السادات يبقى إذن هو بيستخدم إيه زكاءه الجسمي ملامح وشه حركاته جسمه يبقى إذن بيستخدم جسمه في حاجة اسمها تمثيل الأدوار مثل الممثل خاصة أنا يعني عشان أنا بحبه ومعجب به ممثل أحمد زكي يلا نقول كلا الخصائص كمان مرة أخيرة حركات جسدية دقيقة تآذر حركي مثل قياد السيارة إشارات توازن مرونة سرعة قوة مثل الألعاب الرياضية تمثيل الأدوار زي إيه الممثلين طب هل يمكن تنمية الزكاء الحركي الجسدي إحنا اتفقنا إيه أولاد إن أي زكاء قابل النمو كل زكاء يمكن تنميته كيف يمكن تنميته ممارسة الأنشطة الرياضية مما لا شك فيه إن ممارسة الألعاب الرياضية أو الأنشطة رياضية بتنمي الزكاء الحركي الجسدي إحنا عملين حتى نأكد على دية في الخصائص ونقولها كمثال أساسي بالنسبة لنا يبقى ممارسة الألعاب الرياضية أو الأنشطة الرياضية تنمي الزكاء الحركي الجسدي كمان القيام ببعض الأنشطة اليدوية القيام ببعض الأنشطة اليدوية زي أعمال النحت السجاد الخياطة دي اسمها زكاء حركي جسدي بس اسمه زكاء حركي جسدي بقيق لأنه بيستخدم جزء من الجسم اللي هو اليد اليد أو صابع أحيانا زي الخياطة زي النحت زي أعمال السجاد بتستخدم جزء بسيط من الجسم ودي معلومة إضافية يا جماعة اسمها دقيق نشاط حركي دقيق رياضية أنشطة يدوية يدوية التمثيل الصامت طب التمثيل الصامت دي ما بتفكرناش بحاجة بتفكرنا بالقدرة على تمثيل الأدوار طبعا التمثيل الصامت ما بيستخدمش أي ألفاظ هو بيستخدم حركات الجسم بس أتمنى أنتم تكونوا استفدتوا وخدتوا المعلومات الإضافية لتنفعكوا في الأسئلة هنا إن شاء الله جميل جميل دا ينقلنا لنوع آخر من الزكاء دا ينقلنا لنوع آخر من الزكاء اسمه الزكاء الموسيقي إيه لذكاء الموسيقي؟ إدراك النغمات الموسيقية القدرة على إدراك النغمات الموسيقية والإحساس بها وتذوقها حساسية الفرد للأصوات والنغمات والإيقاعات يبقى النغمات موسيقية تعريف دا بسيط جدا وسهل جدا اسمه زكاء موسيقي أنا أظن إن كتير من الطلبة يقدر يفهمه ويكتب معانيه من غير ما يتعب زكاء موسيقي يبقى يدراك نغمات موسيقية إحساس بها تذوقها الحساسية للأصوات الإيقاعات الألحان كمان نغمات وطبقات الصوت نغمات وطبقات الصوت الصوت طب مين مميز في الكلام ده؟ مميز طبعا العازفين مميز طبعا الملحنين الموسيقيين بصفة عمى المفروض يكون عندهم زكاء موسيقي ومميزين فيه طب إيه خصائصه؟ التذوق الموسيقي التذوق الموسيقي كمان الإحساس بالنغمات والأصوات التمييز بين الأصوات وحب الغناء هنا بقى هنا بقى نقول أمثلة لأن الأمثلة دي كلها موجودة في مين؟ موجودة في العازفين؟ موجودة في الملحنين؟ بس تعالوا من المثال من الواقع كتير من الناس بيتفرجوا على برامج الموسيقى زي The Voice وأحيانا يلاقي أنه أحد المتقدمين أو المشتركين صوته عجبه بس يلاقي مثلاً الأعضاء المسؤولين عن تحديد إمكانياته أو هم المغنيين أو ما يختارهوش مستغرب ما يختارهوش بقى مستغرب ليه؟ إن هم اللي مميزين في ده هم اللي عندهم تذوق موسيقي هم اللي عندهم تمييز بين الأصوات مميزين في تمييز بين الأصوات وحب للغناء هم بالنسبة لهم الصوت الجميل هو الصوت القوي أنا بالنسبة لي الصوت الجميل هو الصوت الناعم فاللي عنده زكاء موسيقي مش أنا اللي عنده زكاء موسيقي هو عضو هيئة أو العضو المسؤول عن تحديد الشخص دوت صوته كويس ولا صوته مش كويس يبقى إذن هم عندهم تذوق موسيقي عندهم قدرة على تحديد النغمات والأصوات التمييز بين الأصوات وحب الغناء طب هل يمكن تنمية الزكاة الموسيقية؟ بنأكد تاني أن كل الزكاة قابلة للنمو زي كيف يمكن تنميتها؟ العزف على آلة موسيقية يبقى لما تدرب وأنمي قدراتي في العزف على آلة موسيقية أكيد ده ينمي الزكاة الموسيقية كمان القدرة على تقليد أصوات الآخرين تشوف بعض الشباب بيبقوا مميزين في مسألة تقليد الأصوات تقليد الآخرين الإنشاد الديني أو الإنشاد مع فريق الإنشاد الصفي بيسموا الكرال الإنشاد مع فريق الإنشاد مجموعة من الناس بيغنوا مع بعض طبعا هنا ده ينمي الزكاة الموسيقي مما لا شك فيه لأن لما أقرب من الناس بتفهم في الموسيقى واستمع لهم كذا مرة وتعامل معاهم واحضر في مواقف فيها موسيقى أكيد هبدأ أتعلم فنمي مهاراتي ليه؟ الموسيقية جميل يبقى قلنا العسف على آلة موسيقية تقليد أصوات الآخرين الإنشاد مع فريق الإنشاد الصفي أو إيه يا أولاد؟ أو الكورال أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من المعلومات بتاعة الزكاة الموسيقية والزكاة الموسيقية معاني بسيطة خلص طيب ده ينقلنا لآخر أنواع الزكاءات نقطتين مرتبطين ببعض الزكاء الشخصي والزكاء الاجتماعي وأسئلتهم أحيانا كتير بتبقى متدخلة مع بعضها فلازم تركزوا فيها هنبدأ بالكلام عن الزكاء الاجتماعي يعني إيه زكاء اجتماعي؟ قدرة الفرض على فهم وإدراك مشاعر الآخرين إنك تفهم اللي قدامك من غير ما اللي قدامك يتكلم إنك تعرف اللي قدامك بيحبك ولا بيكرهك حزين ولا مبسوط من غير ما يقول ده سمو زكاء اجتماعي فهم وإدراك مشاعر الآخرين وهنا بنركز على الآخرين لأنه كمان شوية لما نتكلم عن الزكاء الشخصي هنقول مشاعره مش مشاعر الآخرين هنا نقول مشاعرهم مشاعرهم هم الآخرين إن نفهم اللي قدامي من غير ما اللي قدامي يتكلم ده سمو زكاء اجتماعي يبقى قدرة الفرض على فهم وإدراك مشاعر الآخرين وتعبيراتهم اللفظية والجسمية والتفاعل معها والتعاطف معهم كمان فهم طبيعة العلاقة بينه وبين الآخرين هل الزكاء الاجتماعي معناه ان انا اعامل كل الناس بنفس الطريقة لا طبعا اعامل كل واحد بطريقة نسبه ده اسمه زكاء اجتماعي ان اعرف طبيعة العلاقة بيني وبين الآخرين فانا مثلا موظف شرك مثلا هل ينفع عمل رئيسي زي معامل مرؤوسي زي معامل زملائي اللي من نفس المستوى اكيد لا رئيسي يعني اللي أعلمني مرؤوسي يعني اللي قال مني زملائي اللي من نفس مستويه اكيد كل واحد فيهم المفروض عاملوا بطريقة مؤينة او طريقة مختلفة ففهم طبيعة العلاقة بينه وبين الآخرين كمان من الزكاء الاجتماعي سرعة التصرف في المواقف سرعة التصرف في المواقف الاجتماعية بيسموها سرعة البديهة أحيانا الإنسان بيتعرض لبعض المواقف بتبقى محتاجة منه زكاء انه يتصرف بشكل سريع بيسموها سرعة البديهة أحيانا الواحد بيتحط في مواقف محرج يخرج منه بدحك يخرج منه بهزار يخرج منه بنكتة عشان يخرج نفسه من المواقف المحرج دي اسمها زكاء اجتماعي سرعة التصرف في المواقف الاجتماعية بيسموها سرعة البديهة بنسمع عن بعض الاختبارات في الكليات العسكرية والشرطة انه الزابط المسؤول او اللواء المسؤول عن اختبار الطالب بيحطه في موقف يقول له اتصرف اتصرف عشان يشوف سرعة تصرفه عشان يشوف سرعة البديهة فده اسمه زكاء اجتماعي يبقى الزكاء الاجتماعي ان نفهم اللي قدامي من غير ما يتكلم ان نعرف اعامل كل واحد بطريقة مختلفة اني اعرف اعامل الاخرين بسرعة لو تحطيت في مواقف محرج سرعة التصرف في المواقف الاجتماعية الاجتماعية نابليوني جملة مشهورة بيقول فيها ان انا احيانا بابقى لابس جلد السعلب ثم سريعا اغيره بملابس الاسد ده يشير لي ايه كلمات دي مش موجودة في المنهج لكن ده يشير لي ايه اولاد ده يشير لي الزكاء الاجتماعي اني بعامل كل واحد بطريقة مختلفة احيانا بابقى محتاج المكر لكن احيانا بابقى محتاج القوة والشجاعة فبعامل كل واحد فيهم بطريقة مختلفة صحيح الالفاظ مش موجودة في المنهج لكن تدل على شيء في المنهج فانت ايس على المثال ده اي سؤال تاني او اي مثال تاني ممكن يجيلك كطالب يبقى احنا بنتكلم على فهم طبيعة العلاقة بيدهوى بين الاخرين وسرعة التصرف في المواقف الاجتماعية سميناها ياولاد سرعة البديهة سرعة البديهة دللنا لخصائص اصحاب الزكاء الاجتماعي ايه خصائص اصحاب الزكاء الاجتماعي اكيد كسب الاصدقاء بسهولة كسب الاصدقاء بسهولة اللي عندهم زكاء اجتماعي بيروحوا اي مكان بيكتسبوا اصدقاء جديدة حب مشاركة الآخرين أفرحهم وأحزنهم ودينا بقى نصيحة مني ليه كنتوا كطلبة عايز الناس تحبك عايز تبقى اجتماعي شارك الناس أفرحهم وأحزنهم مما لا شك فيه إنه من أهم الحاجات اللي بتخلي الناس تحبك إنك تشاركهم أفرحهم وأحزنهم كده يبقى عندك زكاء اجتماعي كسب الأصدقاء حب مشاركة الآخرين أفرحهم وأحزنهم تقبل الآخر حتى لو الآخر ده مختلف مختلف عنك لازم تتقدره تقبل الآخر كل واحد فينا فيه عيوب وفيه مميزات اللي عنده زكاء اجتماعي بيتجاهل عيوب الآخرين ويتعامل مع مميزات عنده قدرة على تقبل الآخر أنا شخصيا بنبسط جدا لما لاقي في طلابي أصدقاء مسلمين ومسيحيين عندهم قدرة على تقبل الآخر يبقى احنا نقول كده سريعا كسب الأصدقاء بسهولة حب مشاركة الآخرين أفرحهم وأحزنهم تقبل الآخر بدء الحوار مع الآخر ندخل أي مكان ندخل بشكل ظريف نبدأ احنا الحوار مع الآخرين فنفك الجليد اللي ما بيننا وما بينهم ده برضو من الزكاء الاجتماعي كسب الأصدقاء بسهولة حب مشاركة الآخرين أفرحهم وأحزنهم تقبل الآخر بدء الحوار مع الآخر اعطاء النصائح للأصدقاء اعطاء النصائح للأصدقاء طبعا الأصدقاء المميزين في الموضوع ده بنصحوا بعض بكل خير اعطاء النصائح للأصدقاء القدرة على القيادة بيبقى في كل مجموعة أصدقاء واحد فيه مميز بيسمعوا كلامه وبيحبوه الشخص ده غالبا بيبقى مميز في الزكاء الاجتماعي طيب هل يمكن تنمية الزكاء الاجتماعي طبعا اتفقنا ان كل الزكاءات قابلة للنمو بصوا احنا هنقول امثلة كتير وفي امثلة من بره المنهج لكن بتضر كلها حوالين فكرة واحدة عايزة نمي زكائي الاجتماعي ابقى وسط مجموعة من الناس يعني مثلا كيف يمكن تنمية الزكاء الاجتماعي ممارسة الرياضات الجماعية طب احنا اتكلمنا عن الرياضة قبل كده كانت فين بقى كانت في الزكاء الحركي فلو قال لي ايه ممارسة كرة القدم تشلي الزكاء نقط لو جابها لي كده لا انا هكتب الزكاء الحركي الجسدي طب لو قال لي ممارسة رياضة جماعية عضو فريق يبقى احنا بنتكلم عن الزكاء اجتماعي الاسئلة متقربة ومتدخلة جدا ممارسة الرياضة جماعية يبقى زكاء اجتماعي لكن ممارسة كرة القدم يبقى زكاء حركي جسدي جميل يبقى ممارسة الرياضات الجماعية المشاركة فيه جماعات النشاط المدرسي طب خدوا بالك يا ولاد اسمعوا عن جماعة الازاعة جماعة الصحافة طب جماعة الازاعة وجماعة الصحافة دي زكاء لغوي انا مميز في الازاعة انا مميز في القاء كلمة دا زكاء لغوي لكن لما يقول لي جماعات يبقى احنا بنتكلم عن الزكاء الاجتماعي زيارة الاصدقاء والاقارب بشكل دوري زيارة الاصدقاء والاقارب بشكل دوري لو خدتوا بالك يا ولاد هتلاقي انه كلها كلها بتدور حوالين نفس المعنى هنا عضو فريق هنا عضو فجماعة هنا جماعات النشاط المدرسي الاصدقاء والاقارب انا وسط مجموعة من الناس كمان ادارة الحوار مع الاخرين تعليم الاخرين وهي نفس الفكرة ارتباطي بالاخرين ينمي زكائي الاجتماعي كمان القيام بأدوار قيادية ودي بيأكد على نفس المعنى اللي قلناه القدرة على القيادة كلمات بقى مش موجودة في المنهج ومعاني مش موجودة في المنهج القدرة على الزعامة مما لا شك فيه ان اي زعيم لازم يكون عنده زكاء اجتماعي القدرة على القيادة او القدرة على الزعامة طيب ده ينقلنا لاخر زكاء اسمه الزكاء الشخصي وقلنا انه اسئلة متدخلة ما بين الزكاء الاجتماعي والزكاء الشخصي الزكاء الشخصي قدرة الفرض على فهم ذاته كنا هنا بقول قدرة الفرض على فهم مشاعر الاخرين لكن هنا فهم ذاته يعني ايه؟ ذاته يعني امكانياته ذاته يعني قدراته معرفة جوانب القوة وجوانب الضعف هنا بقى الاسئلة ليه متدخلة؟ ممكن يقول ايه؟ ممكن يقول لي الزكاء الشخصي كي سؤال صح وغلط يشيل الى قدرة الفرض على فهم مشاعر الاخرين غلط طيب هنا توقف لل الفاصل القصير ونرجع ليه بتاني فضل يا مصر ورجعنا لكم بعض الفاصل مع مصر إبراهيم أعزائي فضل يا مصر مرحب بكم تاني احنا بنتكلم عن الزكاء الشخصي وبنقرنه بين الزكاء الاجتماعي اني افهم مشاعر الاخرين يبقى زكاء الاجتماعي طب اني افهم ذاتي او مشاعري مشاعري انا الخاصة يبقى اسمه زكاء شخصي معرفة امكانياتي و قدرات اعرف انا مميز في ايه ده اسمه زكاء شخصي معرفة جوانب القوة وجوانب ضعف ده اسمه زكاء شخصي طب ايه خصاص اصحاب الزكاء الشخصي يا ولاد التأمل كثيرا التأمل يعني التفكير الوعي بالذات بالذات هنا يعني ايه يعني بالامكانيات والقدرات تمام القدرة على تحديد الاهداف اعرف انا عايزي في المستقبل وبالتالي بيتبعه القدرة على اتخاذ القرار ما اعرف اهدافي فهتخذ قرار سليم يناسب امكانياتي وقدراتي الاستمتاع بالانشطة الفردية من اهم الانشطة الفردية اللي مرتبطة بالذكاء الشخصي هي القراءة اكتساب المعلومات مما لا شك فيه انها مرتبطة بالذكاء الشخصي طب هل يمكن تنمية الزكاء الشخصي تعال نشوف كيف يمكن تنمية الزكاء الشخصي الاجابة عن سؤال من انا من انا يعني انا ابراهيم لا من انا يعني ايه إمكانياتي وكدراتي أنا مميز في إيه الإجابة عن سؤال من أنا تسجيل الأحداث اليومية في دفترك الخاص النوت اللي أنت بتكتب فيها أحداثك اليومية مرتبطة جدا بالزكاء الشخصي عشان يبقى عندك قدرة على تحديد أهدافك واتخاذ قرار سليم القراءة في كتب علم النفس والتنمية البشرية في كتب طبعا مميزة جدا خاصة في التنمية البشرية التفكير في أهدافك القريبة والبعيدة كتير من الطلبة بيفكر طبعا في أهدافه القريبة اللي هي للتحاق بالجامعة ثم الأهداف البعيدة بعد كده اللي هي المجاح في العمل عشان تعرف إمكانياتك وخضراتك ثم أخيرا ممارسة الأنشطة الفردية واتفقنا أنه من أهم الأنشطة الفردية اللي مرتبطة بالزكاء الشخصي هي القراءة طيب بعض كده الحاجات البسيطة اللي من بره المنهج المفروض أنه أصحاب الزكاء الاجتماعي عندهم عدة خصاص تعالوا قول بعض الخصاص اللي مش موجودة في المنهج زي إيه مثلا يا أولاد زي حس الفكاهة أصحاب الزكاء الاجتماعي بيتميزوا بحس الفكاهة تحب تقعد معاهم وعشان كده عندهم زكاء اجتماعي القدرة على التحكم في المشاعر ده زكاء إيه؟ مش موجود في المنهج بس أنت كطالب تستنتجه طب القدرة على فهم مشاعر الآخرين ده زكاء اجتماعي لكن فهم مشاعرنا شخصي التحكم في انفعالاتي التحكم في الانفعالات ده زكاء شخصي شخصي أتمنى أنتم تكون استفدتم من المعلومات النهاردة وتكون الحصة مفيدة ليكم تعالوا بقى ان شاء الله نحل مع بعض بعض الأسئلة باعتبار ان احنا خلصنا فضل يا ريت المخرج جميل بتاعنا يجيب لنا الأسئلة اللي مستر مرهيم جاهزها لنا صبح ركب واحد فضل عندنا سؤال مثلا بيقول مفهوم نقط طبعا احنا هنركز النهاردة على أسئلة الاختيار وأسئلة الصحة والغلط وانا بنصح الطلاب قبل ما نبدأت الأسئلة ان احنا نحل كل أنواع الأسئلة لانه احتمال كبير يبقى فيه تنوع في الأسئلة مفهوم مؤقت هو مفهوم يختلف في قياسه عن الأحجام والأوزان طبعا السؤال دوت من الحصة اللي فاتت هو مما لا شك فيه الزكاء يختلف في قياسه عن الأحجام والأوزان ده مفهوم الزكاء قلنا المرة اللي فاتت ان الزكاء ليس شيئا مديا محسوسا ولا يقاص بشكل مباشر مثل الأطول والأوزان والأحجام يبقى يختلف في قياسه عن الأحجام والأوزان ده معنى الزكاء العقل يساعدنا في فهم المعلومات والتعبير عن المشاعر ويساعد على الاندماج مع البيئة تعبيرا عن المفهوم الفلسفي ولا البيولوجي ولا الاجتماعي ولا النفسي افكركم انه مدام قلنا مشاعر وعواطف والاندماج مع البيئة وفهم المعلومات يبقى احنا بنتكلم على المفهوم البيولوجي القدرة على حل المسائل الرياضية بدون الأدوات والآلة ده كان مفهوم الزكاء عند تيرمن ولا سبيرمن ولا ويكيسلر ولا جاردينار جماعة القدرة على حل المسائل بدون استخدام أدوات ده متفكير مجرد طب التفكير المجرد كان موجود عند مين؟ كان موجود عند تيرمن معرفة الارتباط بين الدرس الأول والثاني الارتباط أو العلاقة ادراك العلاقات ده معنى الزكاء عند مين؟ عند سبيرمن خمسة يمكن التنبؤ بقدرة الطالب على التحصيل الدراسي ولا يمكن التنبؤ بنجاحه في المستقبل ده كان معنى الزكاء عند جاردينار لما قال انه الزكاء ليس شيء واحد ليس نوع واحد ده فيه زكاءات والزكاء العام لا يمكننا من معرفة نجاحك في المستقبل لكن الزكاءات المختلفة هي اللي تعرفنا انت هتنجح في ايه في المستقبل؟ في صفحة اتنين يا رب نخلدون ان الانسان لا يستطيع ان يعيش منفردا فهو يحتاج الى التفاعل ويشير ذلك الى مفهوم الزكاء الاجتماعي خدوا بالكوا صحيح الجملة دي مش موجودة في المنهج لكن احنا اتفقنا انه طبيعة الاسئلة الجديدة بتقول انه هيجيب لي جملة من بره المنهج تدل على حاجة جوه المنهج قلنا في المفهوم الاجتماعي قدرة الفرض على التفاعل مع الاخرين نشوف السؤال كمان مرة يا رب نخلدون ان الانسان لا يستطيع ان يعيش منفردا فهو يحتاج الى التفاعل ده كده المفهوم الايه؟ الاجتماعي العقل والقلب يا سلام لو حد يفتكرها العقل والقلب كلاهما ضروريا لحياة الانسان وتأقلومه مع البيئة يشير الى المفهوم البيولوجي قلنا المفهوم البيولوجي جانبين جانب معرفي وجانب وجداني يعني عقل وقلب صحيح العقل والقلب مش موجودين في المنهج يا مستر كالفاظ مباشرة لكن بيدلوا على حاجة جوه المنهج وهي دي طبيعة الاسئلة الجديدة اللي عايزين ابنائنا يهتموا بها اسعد الناس من اسعد الناس صياغة بلاغية تعبر عن الزكاء هيا ولادي مدام صياغة بلاغية وبالمعنى ده يبقى احنا بنتكلم عن الزكاء اللغوي يبقى الاختيار الصحيح هو الزكاء اللغوي يحتاج نائب البرلمان للقدرة على الإقناع ولذلك يجب أن يكون مميزا فيه الزكاء اللغوي مدام القدرة على الإقناع إقناع الآخرين باستخدام الجمل والألفاظ يبقى بنتكلم عن الزكاء اللغوي في صفحة 3 ملاحظة العلاقة بين درجة الحرارة ونسبة الرتوبة ونسبة الرتوبة ده كده يشيل الزكاء الرياضي بنتكلم على الزكاء الرياضي هفكركم أن احنا قلنا النقطة الأساسية في الزكاء الرياضي حاجة اسمها تنظيم العلاقات ملاحظة العلاقة بين درجة الحرارة ونسبة الرتوبة وطبعاً درجة الحرارة ونسبة الرتوبة بتستخدم الأرقام أو الرموز اتنين تطبيق المعادلة الكيميائية في الفصل يشير إلى تطبيق المعادلة الكيميائية في الفصل يشير إلى مدام معادلات كيميائية بنتستخدم الرموز زكاء الرياضي الزكاء الذي يشير إلى قدرة الفرض على الاستنباط ووضع الفروض الزكاء المنطقي مدام استنباط يعني بننتقل من مقدمات لنتاج يبقى زكاء منطقي قدرة المراهق على تصنيف الكتب يبقى زكاء الرياضي قلنا عملية التصنيف يبقى زكاء الرياضي في صفحة أربعة ودي أسئلة على الجزء اللي احنا اشتغلنا فيه النهاردة الاستمتاع بفن السينما وما يحتوي عليه من إثارة يشير إلى الزكاء البصري طبعاً قلنا إنه مش موجود في المنهج بس أسئلة بتشير لزكاء في المنهج تميزك في عملك في تصوير الصنار سلاسي الأبعاد يعني تميزك في الزكاء البصري قدرة الفرد على تصور المكان النسبي للأشياء في الفراغ تتصور مكان أو عمارة في فراغ ده زكاء بصري اتقان الفرد الرسم والتطقيق في أهم التفاصيل الخاصة باللوحات الفنية هذا شاركتنا فيها مستر أحمد في الأول لما تكلمنا عن فن الرسم يبقى زكاء بصري في صفحة خمسة تميز السيدات في أعمال السجاد بس ما فيش حاجة كده زي كده في المنهج ما فيش حاجة في المنهج بتقول إن السيدات مميزة في أعمال السجاد أنت استنتجها كطالب مدام بستخدم حركات إدية يبقى زكاء حركي يعد الممثل الشهير تشارلي شابلين أشهر ممثل كوميدي قام بالعديد من الأفلام الصامتة ويتسم هذا الممثل بقدرته وزكاؤه حركي حركي بيستخدم جسمه عشان يعبر عن مشاعره زكاء يظهر لدى أصحاب المهن الحرة يبقى زكاء حركي أصحاب هذا الزكاء يستطيعون استخدام الجسم من أجل حل مشكلتهم يبقى زكاء حركي صفحة ستة استطاع محمود رضا إنشاء فرقة للرقص الشعبي وإبهار الجمهور فكان متميزا فيه الزكاء الحركي التعرف على النغمات والمقامات زكاء موسيقي الغناء ضمن مجموعة ضمن مجموعة يبقى زكاء موسيقي العصف على آلة الكمانجة يبقى محتاجين زكاء موسيقي صفحة سبعة القدرة على لعب دور الزعامة كانت آخر حاجة أقول لها إنه أصحاب الزكاء الاجتماعي بيتميزوا في الزكاء الاجتماعي بيتميزوا في أصحاب الزعامة بيتميزوا في الزكاء الاجتماعي إحنا هنكتفي بالقدر دوت طبعا نكمل الصفحة مع بعض يتمتع السياسيون والأطباء النفسيين بالزكاء الاجتماعي قلت لك الزعامة يبقى زكاء اجتماعي يبقى السياسيون يتميزوا بالزكاء الاجتماعي طب الأطباء النفسيين قدرتهم على فهم مشاعر مرضاهم يبقى زكاء اجتماعي تشجيع الطلاب على العمل التعاوني زكاء اجتماعي أن يعي الفرد نفسه نفسه يبقى إيه؟ نفسه يبقى إمكانياته وقدراته يبقى زكاء شخصي تشجيع الطلاب على التأمل الذاتي مدام بتأمل ذاتي يبقى زكاء شخصي وعي المرء المشعره وماهية وجوده يبقى زكاء مشاعره هو مش مشاعرهم لو مشاعرهم تبقى زكاء اجتماعي لكن مشاعره تبقى زكاء شخصي احنا هنكتفي بالقدر له كنا نتمنى ان احنا نحل شراءة اسئلة صح وغلق بس ان شاء الله متعفضة المرة اللي جاية هنكتفي بالقدر دوت واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله وبشكر استر احمد مستر احمد على الضيافة وكل سألهم طيبين بمناسبة المولد النبا والشال تمني احنا بقلبي كل طلابنا العزاء بالتوكيد ان شاء الله شكرا خمي شكرا احمد السعيد بادر بحجز نسختك من الان الكتاب الاول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية واللغة الايطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الادبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايط نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء